دي له دافع. علاقتك الشخصية المتوترة بسيف. مزعالك كأب؟ طبعاً أكيد طبعاً. مزعالين طبعاً أكيد. أكيد. يعني أنا سيف ما أدرعه بكسر أو صبعه بكسر. يعني عايزة عرفة. بأتكلم الدكتور ومش بكلمه أو بكلم الدكتور. بقالكم قدية كابتن في قطيعة أو متخصمين ما بتكلموش بعد. ساعة حوالي 8-9 شهور. 8-9 شهور. نعم. 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 يعني لو أنا كنت موجود في توقيع سيف لبرامنة النادي. برامنة النادي محتراموا كل الناس في كويسين. وولادي يعني أعتبروا ولادي. لكن ما كنتش أخلي يمت. نعم. كنت أخلي يقعد في النادي. تقول إيه لسيف وهو دلوقتي خلاص لابستيشرت بيرميت. أنت اخترت النادي بتاعك. يزبط وجودك للنادي ويزبط وجودك. أن أنت لعب كويس. وأن أنت حتبقى لعب دولي أو أنت لعب دولي كتف تاخب الناشئين. ركز جميل جدا. أن الكورة أهمة من الزوجة. ومن أي حاجة من الأصدقاء أهم من كل حاجة. بتقولوا الكورة أهمة من الزوجة لأن الزوج والزوجة سهل ينفصلوا مثلا. لا طبعا. ما حدش اللي بيلعب كورة ده لغاية ما يموت بقى نفسه في الكورة. أو دايما أنا ممكن أزعل مع امراتي. لك حياة كل ونعم. لكن أنت غلي مبرامي ولا حياة كل ونعم. أيوة. فدي حقيقة أنا بقول حقيقة يعني كالعب كورة. أيوة. أنا أتمنى له إن شاء الله كل التوفيق والنجاح إن شاء الله. إن شاء الله. بشكرك كابتن فاروق عفر. نورتنا وشرفتنا. وبشكرك على حسن الاستضافة. يا فين وأنت شركتوا حاجة. لا ده إحنا حسين إحنا في بيتنا وده كفاية. لا طبعا ده بيتك وتنواري. فشكرك. شكرا يا كابتن. شكرا يا كابتن.